أنا في نقطة شغلين شوية إسلام إحنا لما بنيتعايد مع مدير فني بنتعايد معاه بحسب المهمات وانا تعاقد مع مدير فني بالمدة يعني بجيش تقول مثلا إيه أنا تعاقدت مع كارلوس كيروش لمدة ثلاث سنوات لمدة سنة خد بالك النهاردة كارلوس كيروش عادوا ينتهي مع منتخب مصر كارلوس كيروش ده جي إمتى؟ نهاية سبتمبر نهاية شهور بالضبط فأنت بتتكلم في المدير فني أنت بتطلب منه شور يدفع كويس وليه أنت خدته عليه تطور وتحول هجومي كويس إنك تطلع لعيبة كل ده أنت بتطلبه منه في ست شهور حال ده منطقي وطبيعي لأي مدير فني في العالم لا طبعا طبعا دي النقطة شغلية لا يعني أنا فاهم إنه منجح في الأول والآخر الجمهور هيقول لك إيه ما هو منجحش في فهميته أنا معاك بس مفيش مدرب حتى مدرب فريق ده أنت رجبت مدرب فريق مش منتخب والمنتخب أصعب بكتير عشان أنت بتاخد اللعيبة كل فترة لكن مدرب فريق كل يوم قاعد معهم لو جيت تحازه بعد ست شهور ده غلط أنت خليك فاكر إن موسماني في أول موسم ليه مع الأهلي أخذ دوري أبطال أفريقيا لكنه خسرت دوري فكان بكلام بتقال إن موسماني لسه مش فاهم طبيعة الدوري المصري بالذات فالسنة دي بادئ كويس جدا يعني أنا قصدي أخذت مثلا من موسماني سنة عشان يفهم طبيعة مطشاط الدوري المصري ومنافسة الدوري اللي بيحتاج نفس طويل مثال ولكنه مدرب مثلا مع الأهلي نجح في أول بطولة لكن النهاردة أنت بتدي الكيروش ستة شهور فيهم ثلاث منافسات كاس عالم كاس أمم وكاس العرب ومطالب من الراجل أن هو يوصل في الآخر للأسف احنا مصناش للتارجل الرئيسي ولكن مفيش حد بيتعقد على ستة شهور مفيش حد بيتعقد على مدة زمنية أنت بتتعقد على مشروع زي ما أنت قلت أنت نفسك تكلمت عن منشيني بعد مقدونيا منشيني مكامل طب تبص على ساوز جيت إنجلترا إنجلترا إيه الراجل عمل إيه؟ النهاردة خسر فاينل اليورو في ملعة وينبلي خسر بقرار منه ورابع كاس العالم وفي اللهم من منشيني أنت عندك ديشام فرنسا تعادت معه 2012 2014 بيخسر كاس عالم على أرضه 2016 فاينل يورو بيخسره على أرضه 2018 بيخد كاس عالم أنا كنت مرة اشتغلت على حاجة كده منتخب ألمانيا أنا بأخذك للإكستريم منتخب ألمانيا عنده في تاريخه كله 11 مدرب درب منتخب ألمانيا كله في التاريخ وأخذ ذلك 11 مدرب دربه منتخب مصر مثلا أخير الأخير أربع سنين مثلا الفكرة كلها أنت النهاردة أنا جاي بالراجل ده أنت النهاردة لما تروح تتعاقد مع مدرب أتمنى أن نتعاقد معه لنهاية كاس العالم 2016 يبقى عنه أربع سنين مش بقولك حتى مش نهاية كوتيفور عشرين تحت وعشرين انت عايز لعشرين ستة وعشرين والمدرب اللي هيجي ده لو أنت هتروح تجيب مدرب أجناب جديد أما جبنا هكتور كوبر قالك ده بيدافع طب إحنا وإحنا بنجيب هكتور كوبر ما سألناش عليه ما عرفناش هكتور كوبر كلنا عارفين مين هكتور كوبر قالك كارلوس كيروش بيلعب 4-3-3 تقريبا من سنة ما بدأ تدريب بالضبط يعني لو عنده 40 سنة تدريب فهو 40 سنة بيلعب 4-3-3 بالضبط هو ده اللي أنا أصدق عليه كريم أنت النهاردة هتروح تجيب كريم رامزي أنت مش عارف كريم رامزي بيشتغل إزاي مش عارف كريم رامزي إسلوبه إيه لازم أجيبه وأنا عارف إن اسلوبه ده يتوافق مع اللي أنا عايز أعمله مع الإرث بتاعي مع طريقة لعبي مع كل الحاجات دي علما إن ده أنا وجهة نظر إياه إن إحنا برضو كجماهير كورة في مصر محتاجين نحاول أن نفصل ونبقى واقعيين إن جيل كابتن حسن شحطة انتهى مع كامل إحترامي إن جيل كابتن حسن شحطة جيل استثنائي في كل كل حاجة لكن كمية المواهب المرعبة الاستثنائية اللي تجمعت مع مدير فني عظيم في الوقت ده مش سهل تلاقيها في أجال الكورة في مصر أنا أعطيك مثال كما أنا أعطيك الحوار برازيل 2002 لحد ما إحنا في 2022 الجيل بتاع برازيل 2002 ده مش موجود أسبانيا 2008 و2010 مفيش أسبانيا ده ممكن يعني ده منتخبات عالمية هي بيبقى لها أجيال استثنائية المهم إن فرنسا 98 أحسن بكتير من الجيل بتاع فرنسا 2018 بس على أقل فرنسا كنظام عرفوا يعملوا نظام يوصلوا من أنهم ياخدوا كاس العام 2018 حتى لو بجيل أقل من 98 نظروا نظروا